موسيقى وش ممكن أن بعض المعيارة بعض المعيارة ولا بعض المعيارة وتقايد يتم القضاء على كل متغيرات لا 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 إلا كان هذا هو الهدف فرا هذا غلط لأن المتغيرات وพ ra la l и katsgni lna هي المعيارة لأننا لا ترد لنا القضياني توصلنا لهذه السيحمة كانت الكثير من الأصدقاء ومنهم حتى لا ترد لك المعيارات لترد لنا معيارة لا ترد لنا لترد لنا الامازيغيات معيارية لها لترد لإحدى لغة أكاديمية توحدنا في وحد نطاق أكاديمي يعني هذه اللغة الامازيغية المعيارية لترد للمجال الأكاديمي لا ترد لغه الى التواصل في الشارع مزيان أنك توصل في الشارع بلغة أمازيغية نقية ولكن المعيارية بحال مثلا الفوصحة فوصحة لا تدرى بها شيء واحد في الشارع ولكن الأغلبية تدرى بشيء لأنها لغة أكاديمية تكتبها بها المقالات نفس القاضية بالنسبة للمعيارية اللغة الأمازيغية المعيارية تدرت الغرض أكاديمي هذا ما تسمى لغة أكاديمية متعلمة يعني واحد الذي يريد أن يتقنها يتعلمها في المدراسة وليتعلمها رأسه ومزيان إذا كان واحد يتعلمه ويضربها في الشارع مزيان لماذا؟ لأنه سيقول أنه ينقي هذا الكلام من هذا الكلام الداخلي لا نتقاوش نسمعه مثلا أرد تلعب خلال ملعب يعني بالعكس مزيانة بحلوكك ولكن لكي نقولوا بأن المعيارية تدرت بشأنها تفرض على الجميع ويضربها في الشارع لا، ليس هذا الغرض للمعيارية لا القصد هو أن المعيارية تتعلم لغة عالمة ولغة الشارع مثل الإنجليزية تقريبا لا، 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 سيحمد لغة الإنجليزية تتقرر في المقالات لا علاقة تلاب باللغة الإنجليزية في الشارع لكي نكونوا فهمنا الفرنسوية التي يوجد في الإعلام لا علاقة تلاب بالشارع تقولوا أشمن فرنسوية لا نفس القادية الأمازيغية التي تتقررنا في المعيارية التي تتقرر في المدارس سوف يفهمها بثاف ولكن هذه اللغة أكاديمية لغة أكاديمية لا تتقرر لغة التواصل للناس في الشارع يعني التواصل اليومي لأن التواصل اليومي بعد مرة لا تتحكم القواعد يعني بعد مرة تتخرجوا كلمة جدد بعد مرة تتوقعوا تغييرات صوتية بالعكس اللغة المعيارية تتضابط تتضابط لدينا واحد الإملاء منضبط لدينا واحد الأصوات منضبطة لدينا الكثير من الحوايج اللي فيها الإنضباط ما يمكنش تحكمهم حيث بعد مرة في الشارع بناتم تبديها ضربة بحل فصحة كما قلنا بحل اللغة العربية ليس الفصحة لأن اللي تنقرره ذلك موضوع آخر إذا دخلنا في اللغة العربية ما عند التعلاقة بالفصحة اللغة الفصحة هي لغة القرآن الكريم أو ما يصلنا بالإنجليزية بالكلاسيك الأرابيك اللي كان قرره ذلك واللي قررنا في المدرسة واللي كان سمعتها في الجرائد واللي كان سمعتها في الجرائد واللي كان سمعتها في تلفزة والراديو هذه تسمى لغة العربية المعيارية الحديثة وهذه النتاج للعملية والمعيارة التي وقعتها في نهاية القرن 19 مع ظهور الطباعة والصحفة في الشرق الأوسط بالخصص في لبنان وفي مصر وفي مصر